ده نادي سموح نروح للنادي الأهلي النادي الأهلي الحياة يعني خسارته مبارح كانت طبعية وعايز أقول لكم أننا الحياة رغم أننا طبعا بتمنى لأي فريق مصري ومش بس النادي الأهلي أنه يفوز في أي مباراة أفريقية أو في مشارك أفريقية ولكن الحياة مبارح استشعرت بشكل كبير جدا جدا أن النادي الأهلي ممكن يخسر وأنه أفضل نتيجة ممكن يعملها هي التعادل رغم أنه كنت شاكك بشكل كبير جدا أنه ممكن يصل كمان للتعادل وده نتيجة أنه كرة القدم ما فيهاش طيب يمكن فريق ده ده عندي بيقول أن اليو بار أحرز هدف في دقيقة 62 اليو بار ومكسب الفوز على ناتزة مالك 1-0 حتى دقيقة 62 نتمنى إن شاء الله ناتزة مالك ونتبق مع حضراتكم طبعا ناتزة مالك هيعمل في فترة اللي جاء أو في الدقاق المتبقية زي ما بقول لحضراتكم نرجع عن النادي الأهلي أنه المباراة مش معنى مباراة أبدا أبدا خسارة مباراة أنه يكون فيه أخطاء داخل المباراة بس ولكن بترجع دايما للخروج عن التركيز زي ما قلت لحضراتكم في خلال أسبوع أو العشر تهم اللي فاتوا كان فيه مشاكل إدارية كبيرة جدا جدا داخل ناتزة الأهلي كان فيه مشاكل مع كابتال نور الجمعة وعكابتال حسام غالي كان فيه مشاكل مع كابتال فاتح مبروك وبعض اللاعبين زي عبدالله السعيد كان فيه مشاكل فنية وإدارية وبالتالي حتى اللاعبين فقدوا تركيزهم بشكل كبير جدا قبل المباراة عايز أقولني فكرة القدم ده وارد جدا أنك تخسر مباراة ووارد أنه حتى يبقى دهك وحش أو سيء ولكن دايما بيبقى فيه أسباب خاصة مع الفرق اللي بتنفس على البطولات زي النادي الأهلي ونادي الزمالك تحديدا هم من الفرق الكبيرة اللي دايما بينفسوا على البطولات اللي عندهم روح قتالية عالية وعندهم خبرات كبيرة يقدروا يستعيدوا زكرة الانتصارات ويقدروا يرجعوا بسرعة لو فيه مشاكل إدارية أو فنية ولكن الحقيقة لما تبقى داخلية قوي كده لما تبقى المشاكل داخل فريق كرة القدم تحديدا مش على المستوى الإداري بس ولكن المشاكل حصلت كمان مع كاتفتح مبروك في الجهاز الفني وعبدالله السعيد المشاكل حصلت من حسام غالي مع كابتون الجمعة مشاكل قبل كده حصلت بين اللعبين وبين الأجهزة الإدارية يعني الحقيقة مش عايز أقول كنت أتمنى أنه تحصل حاجة أو يحصل خسارة علشان النادي الأهلي يقدر يلم الشام لمرة تانية ويقدر أو يقدر يقف على السلبيات اللي موجودة ويبقى فينا قوس للخطر كده لمجلس الإدارة والجهاز الإداري للنادي الأهلي ولللعبين كمان وجهاز الفني لأنه مهم جدا أنه كل واحد يعرف أنه النادي الأهلي قيمة كبيرة جدا جدا وأنه ما ينفعش أي حد زي ما جمهور النادي الأهلي بعت رسائل من خلال اليافطات اللي حطاها فيه المدرج قبل التمرين اللي فات للنادي الأهلي وقبل السفر أنه النادي الأهلي هو القيمة الكبيرة وأنه وفوق الجميع وأنه لا للخلافات والنادي الأهلي جمهوره استشعر أنه فيه مشاكل فعلا وبالتالي النادي الأهلي فعلا محتاج مجلس إدارته يبقى عنده قرارات الفترة اللي جاية كان فيه فعلا جلسة صلح وده قلناه يوم الخميس مع الأستاذ جمال العاصي وقلنا أنه وقال جمعة فيه جلسة للتصالح مع حسام غالي ولكن لسه فيه مشاكل لسه فيه كلام كبير جدا وفيه اعتراضات الحية وده الكلام يعني من خلال معلومات فيه انقسامات داخل مجلس إدارة النادي الأهلي بتكملة وقال جمعة كمدير للكرة أو عدم تكملة وقال جمعة واختيار وليد صلاح الدين كابتن وليد صلاح الدين كمدير للكرة في الفترة اللي جاية هنشوف يعني هي لسه متحسامتش وده يعني ده آخر التطورات داخل المجلس ومن خلال معلومات طبعا يعني الخيار ما بين ان كابتن وليد جمعة يكمل كمدير للكرة أو ان كابتن وليد صلاح الدين يتولى مسؤولية إدارة مدير الكرة في النادي الليل الفترة اللي جاية كمان الخسارة مبارح عملت مشكلة كبيرة يعني الحياة بعد يمكن ما استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على تكملة كتفاتح مبروك للموسم القادم على الأقل أو موسمين كمان رجعت فكرة أو فيه أصوات بتنادي داخل المجلس مرة تانية بالتعاقد مع مدير فن أجنبي وفيه بعض الأخبار النهاردة يمكن منها في اليوم السابع أعتقد أنه المهندس محمود طهر بيحاول نتكلم مع كابتن حسام البدري في العودة للتدريب النادي الأهلي في الفترة اللي جاية حياة يعني أعتقد أن ده بعيد ولكن يعني هو صعب ولكن مش بعيد يعني ما بسته بعيدش أن كابتن حسام البدري ممكن يعود رغم أنه كان معنا في مداخلة هنا وقال أنه أي حد يتشرف بتدريب النادي الأهلي ولكن هي صعبة شوي يعني حراكم فاكرين أنه في شهر مايو اللي فات كان فيه برضو مفاوضات من المهندس محمود طهر مع كابتن حسام البدري ولكن تم رفض ده من الاتحاد المصري وكمان من كابتن حسام البدري وقال أنه سيكمل مع المنتخب الأولمبي والحقيقة أنا شايف أنها مهمة مش ثقيلة ولكن مهمة مميزة جداً ومهمة فيها أعباء ثقيلة جداً على كابتن حسام البدري وفيها مهام كمان وطنية بشكل كبير أنك تصل بمنتخب الأولمبي لأولمبياد ريدي جانيرو أعتقدناها مهمة يعني قوية جداً وإن شاء الله لو قدرنا نحقها هيبقى فيه إنجاز لكابتن حسام البدري طيب الحقيقة يعني شايف أنه ممكن يكون فيه كلام الفترة جاية على عودة الاختيارات أو ممكن يبقى فيه التعاقل مع مدير فني أجنبي الفترة اللي جاية رغم أنك أتفاتح مبروك الحقيقة عامل إنجاز كبير جداً مع الناد الأهلي ولكن يعني التفكير أو أعضاء مجلسة دارة الناد الأهلي فيه انقسام لسه زي ما هو منقسام على مدير الكورة فيه انقسام كمان على اختيار المدير الفني أو تكملية كافت فتحي مبروك الفترة اللي جاية أنا بتمنى إنه الناد الأهلي يعني يلمش شامل شوية وإن نبقى فيه اجتماع طارق وسريع جداً جداً لمهندس محمود طهر وعضاء مجلس إدارته المحترمين والموقرين لتدارك هذه الأخطاء وتدارك هذه الأمور الفترة اللي جاية كبتان عب صادر واحد من طبعاً لعبين مميزين جداً في الناد الأهلي نجوم من الناد الأهلي وكمان من المديرين الكورة اللي بيقدروا يسيطروا عندهم شخصية قيادية كبيرة جداً وأنا اتكلمت على كابتان مالجمعة طبعاً عنده ده ولكن يعني ينقصوا بعض الخبرة يعني يقدروا يرتبوا أوراق البيت داخلياً عشان يقدر الناد الأهلي يكمل المشوار فيه المنافسة على البطولات في الفترة اللي جاية عموان بعد مباراة مبارح وخسارة الناد الأهلي النجم السحيلي أصبح فيه الصدارة بتسع نقاط الناد الأهلي في المركز التاني أو في الترتيب التاني بسبع نقاط الملعب الميلي عنده أربع نقاط في المركز الرابع والتراجي عنده نقطة وحيدة وانا قلت لحضراتكم بعد فوز النادي الاهلي في المباراة الأخيرة على النجم السحيلي قلت لحضراتكم ان المجموعة دي صعبة والمجموعة دي متشابكة لانه النقاط قريبة يعني قبل المباراة دي كان النادي الاهلي في الصدراء ب7 نقاط والنجم السحيلي 6 نقاط والمالي 4 نقاط المجموعة متشابكة جدا والنقاط قريبة جدا وبالتالي كان مهم جدا جدا النادي الاهلي ان يخرج على الاقل بتعادل إيجابة أو نقطة ولكن الحياة الظروف اللي مر بيها ندلي بفترة فاتت أسرت بشكل كبير جدا على نتيجة المباراة الزمالك حتى هذه يعني خلينا نتكلم على الزمالك بعد نتيجة المباراة عندي أخبار كمان من يعني الاتحاد الكرة الحجم محمود الشامي ليه بعض التصريحات النهاردة عودة الجمهور للمدرجات بداية من الدور التاني وذلك بعد التنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القادم والداخلية مش هتبقى من بداية الدور الأول يعني هيكون في ترتيب كده شوية للأوراق في الفترة اللي جاية بداية من الدور التاني ممكن تدخل الجمهور علشان يبقى فيه مساحة من الوقت وده صح وده اللي تكلمنا عليه الفترة اللي فاتت أنه مهم جدا جدا أنه اتحاد الكرة ووزارة الداخلية تأمن بشكل كبير جدا عودة الجمهور للمدرجات في الموسم القادم لأنه من الصعب جدا جدا قبول أي أخطاء مرة أخرى أو خروج على النص مرة أخرى وبتمنى طبعا أنه يعني يشتغلوا على ده الفترة اللي جاية يمكن ده دي ضربة الجزاء ويعني الحياة فيها شك بنسبة أنا شايفة بنسبة 100% الحياة يعني ما كانش فيها ضربة جزاء وزي ما قال المهنس فارج عمرين تعرض للرئيسة نسموها تعرض للظلم هناك وكمان النادي الأهلي يعتقد تعرض للظلم في هذه المباراة بضربة الجزاء ولكن هي الأداء وطريقة أداء ولعب النادي الأهلي في المباراة الحياة سيئة جدا والنجم استحيلي كان متقلق ومتفوق في جميع أوقات المباراة الحاجة محمود الشامي قال طبعا عودة جمهور المدرجات في بداية المنظور تاني وبتمنى إن شاء الله أنه في خلال الفترة دي كلها يتم بقى ترتيب الأوراق يتم ترتيب وتنظيم عودة جمهور المدرجات بشكل آمن إن شاء الله الفترة اللي جاية قرر مجلس دارة طبعا اتحاد الكرة كمان تغريم محمد حمدي زاكي جده لعب لاتحاد 850 ألف جنيه وخلاص قوية في النادي الأهلي ولكن هيدفعها لنادي الاتحاد السكنداري مباراة السوبر المحلي بين الزمالك وبطل الكاس هتبقى في الإمارات يوم 20 سبتمبر والدور المصري يوم 23 سبتمبر إن شاء الله أعتقد فيه مشكلة لاتحاد المصري في ترتيب فيه اتجاه كمان يمكن مصطفى عادل بيقولي إن فيه اتجاه كمان إن الدور يتأجل من 23 سبتمبر لأكتوبر يمكن لنص أكتوبر أعتقد لأنه فيه زيان بقول لحضراتكم وفيه ميستر كوبر وكابتن حسان البادري طلبين معسكرات كتيرة جدا من ميستر كوبر من 5 نوفمبر ل20 نوفمبر أعتقد فترة طويلة جدا قامل مبارات تصفات كاس العالم بين شادو سريليون وكمان كابتو حسان بدر 14 يوم قبل السفر للسنغال أعتقد فترة طويلة جدا ولكن هنشوف الفترة اللي جاية إيه اللي هيتم ريكو طبعا لعب الشرطة واللي كان من المفترض إنه هيتعاخد مع نادي زمالك راح لنادي اسماعيلي وتعاخد مع نادي خلاص بشكل نهائي خلاننا نطلع لفاصل بقى ونرجع نستقبل ديف العزيز ونقدنا رد الكبير لأستاذ أحمد الخضر شكرا